شاهدي ومتابعي التليفزيلي اليوم السابع احنا وسهلا بكم سهلا بكم سهلا بتحليل يوم وراءة منتخب مصر وكاب فردي في التصفيات الافريقية المؤهلة اللي هو مع افريقيا عشين خمسة وعشرين مقرر قامتها من المغرب بازن الله ومصر النهاردة مع كاب فردي جودة لخمسة ووراءة اطلاع التحصيل حاصل لمنتخب مصر بعد ضمان التأهل لنهايات البطولة بازن الله زي ما توقف كده في المغرب منتخب مصر النهاردة يلعب بالتشكيل في قاعدة كبير جدا من فجاهاته واللي هولكو با كانوا بتفاصيله منتخب مصر يلعب في عرصة المربع محمد الشناوي وقدامه اليمين احمد عيد وفي الشمال محمد حمدي وفي قلبها الدفاع حمدي فاتحي ومحمد ربيع لعب سموحة وفي نص الملعب في احمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة وفي الهجوم ابراهيم عادل وسامة فيصل وطاهر محمد طاهر البودلاء محمد عواد ومصفة شبير ورمضان احمد رمضان بكهة محسن عبد المجيد ونبيل دونجة ونصر ماهر وعمر كمال عبدالواحد ومصطفى فاتحي ومحمود زلاكة ومصطفى محمد طبعا تشكيل زي ما احنا شايفين كده عادة كبير جدا من غيرات المنتخب مصر النهاردة في التشكيل زي ما احنا شايفين كده وجوه اول مرة تكون موجودة زي طاهر محمد طاهر محمود صابر كان بيعب من البودلاء احمد نبيل كوكا من البودلاء محمد شحاتة كان من البودلاء احمد عيد من البودلاء محمد فصل من البودلاء عادة كبير جدا من اللاعبين زي ما زمننا على عصر كده جايب لنا كده لان مصر عندها غيابات اول حاجة طبعا محمد صلاح قائد منتخب مصر كان واخد في راحة من قرار من الجازل فاني كان في عسام حسن وزيزو الاصابة ومحمد عبد المنى من الاصابة ورامي ربيع على الاصابة محمد هاني الاصابة بينما غيب تريزيجي ومروان عطية بيابهم لليقاف طبعا غيابات كتير جدا وكابتل حسن حسن لها ان هي فرصة ان هو يدفع بالوجوه الجديدة مقب مفاجأ لنا برضو ان هو عادل لعيب اول مرة انضم زي طاهر محمد طاهر واللعيين الهاردة في التشكيل اساسي جيلته عاد مفاجأة محمد شحاتة بيرعف نصف الملعب ابريم عادل خلاص حفظ مكانه اسامة فيصل بالزاحم على راس الهجوم طبعا احنا عندنا على دكة الودلاء في بعضها لعيبة كبيرة للمراحة على راسها مصطفى محمد طبعا وهاجب منتخب مصر على دكة الودلاء في مصطفى فاتحي برضو من لعيبة كبيرة دونجا حسامة عبد المجيد في ناس كده جدا بتسأل بقى النهاردة دفع ابن محمد ربيعة مدافع سموحة وما دفعش بحسامة عبد المجيد ليه? لان في حسامة عبد المجيد بيميل اكتر في المساك الراحة الشمال ودي مش دي عادلته مجيش مع محمد فاتحي عشان كده كان محمد ربيعة كان هو عشان في جزء الدفاعي كما تساك بالتأكيد هو ده توضيح جزئة الفنية في ناس كده هتقول لك ليه حسامة عبد المجيد ما بتعافش وفضل عليه محمد ربيعة او محمد فاتحي اللي هو مش مكانه علشان جزئية موضوع الشمال هو عايز يلاعب حمد فاتح اساسي محمد ربيعة لعب بكان حسامة عبد المجيد لانه بيميل لحية اليميل اكتر في قلب الدفاع. منتخب مصر النهاردة داسة منتخب مصر سافرت في منزل مين في طيارة خاصة في اكتر من سبعين مشجع الجالية المصرية في كاف فيردي بشجعه منتخب مصر النهاردة. منتخب مصر صعد يعني منتخب مصر رصيد كبير جدا في امم افريقيا سبع وعشرين مرة فيها صعد منتخب مصر النهايات توجه بالبطولة السبع مرات تلك كبير جدا. كابتن حسام حسن بقى النهاردة مع ارقام كياسية كتير جدا بيحققها مع منتخب مصر. اولا هو كده متأهل منتخب مصر. داخل قائمة العزماء السبع اللي هو كلعيب وكمدرب او قادل منتخب مصر ليه الصعود. طبعا على رأس هذه القائمة كابتن راحل محمود الجوهري وكابتن حسن شحياتة وكابتن حمود الخطيب. قابتن فاروق عفر وعبد الصالح. كابتن حسام البدري. بنفس الوقت كابتن حسام حسن مع منتخب مصر. قادر المنتخب في تمن مباريات. منها ست مباريات رسمية. ادري حقق الفوز خمس مباريات. وتعادل في مباراة واحدة في الاطار المباريات الرسمية. بينما المباريات الاخرى. مباراة فيها فوز وباراة فيها اخصار امام كرواتيا. ستاشر هدف لمنتخب مصر بتاع هجوم منتخب مصر يحلز اعداد بنسبة كبيرة جدا. منتخب مصر في مشهوره مع مشهوره في التصفيات. اربع انتصارات. المباراة الاولى كانت امام كاب فردي وفاز منتخب مصر تلات اهداف في القائرة. ثم بعد كده على بسوانة بسوان اربع اهداف. واخيرا كسب موريتانيا في مباراتين زهابا وعودة. اتنين صفر واحد صفر. منتخب مصر زي ما بقول لك كده الاقصر تكفيجا. منتخب مصر مباراة صعبة جدا النهاردة. لان كاب فردي مش فريق سهل زي ما الناس متخيلها. لكن خاصة ان هو عنده فرص المنافسة على الصعود. لما نيجي منتخب مصر اه دمان الصعود. ولكن المجموعة في صراع كبير جدا على حاجة ما كان التاني في المجموعة التالتة في منتخب مصر اتنشر نقطة وصع دمان الصعود. بسوانة عنده ست نقاط. كافر لتلات نقاط موريتانيا تلات نقاط. كل الفيرة دي عندها امان ان هي تصعد بالنهايات بالمغرب. ولكن منتخب مصر موضوع مختلف. منتخب مصر برضو عشان نقول لكم عنده مباراة بسوانة يوم السلساء المقبل بالقاهرة. هيكون ختم التصويرات مباراة هتكون برضو مهمة. كابتن حسام حسن بيستغل هذه المباريات في التدوير بين اللاعبين للوجوه الصعودة والوجوه اللي هي بتثبت وجودها ان هي عادة الزاحن بالمتخب. اول كان في اول اختبار كابتن حسام حسن كان بيعتمد على لعبي الاهلي ولعبي الزمالك ولعبي بيرامز ومصر والفرق اللي هي بتاع فيه البطولات الافريقية وعندها خبرات دولية مع الوقت كابتن حسام حسن الموضوع يعني ضمن السعود لنهايات ام افريقيا الموضوع اختلف بقى يدفع بعض من الوجوه زي ما احنا شايفين كده على كيور جدا من اللاعبين بتاخد فرصتها زي زلاكة لعب سيرانيكا حاليا موجود في المنتخب. عندنا سما فيصل وهاجم البنك الاهلي بحاجز مكان ليه في المنتخب زي ما احنا شايفين في الشمال محمد حمدي زي الايصر آآ بيرامز حجز نفسه مكان في المنتخب برمي عادل لعب منتخب مصر صاعد لعب بيرامز ده موجود في عدد كبير جدا من اللاعبين زي احمد بكهم برضو من سيرانيكا صفات حي في بيرامز اعتقد المجال مفتوء عمام عدد كبير جدا من اللاعبين لما باشي الموضوع مقتصر على لعبي الاهلي والزمالك او بيرامز فقط لا في عدد كبير فيه مساحة وفقا لمعلومات عكبت حسام حسا قليل الايام الجاية دي احنا مساحات قدام لعبي منتخب مصر الانضمام منتخب مصر من كل فرق الدولي اعتقد فيه فرق كتير جدا هيكون عندها مساحة ان هي يكون لعبيها موجودين في قائمة الدولية في كل الفرق اعتقد فيه زد موقف يكون في موقود زيكو او البنوبي في سيرانيكا في اكتر من لاعب يكون موجود حسا كان داري اكتر من لاعب المصر البورسعيدي موقف يكون في اللاعبين اللي تحس كنداري الاسماعيدي المساحة مفتوحة وزي ما وكابت حسام حسا قليل بابها هيكون مفتوح قدام تجربة عدد كبير جدا من اللاعبين خاصة احنا برضو منتخب مصر عنده مشوار تسفيات كاسي العالم آآ القادمة منتخب مصر يتصدر المجموعة برضو وعنده فرصة جبيرة جدا ان هو يعني يصعد مبكرا له نهايات كاسي العالم اعتقد الفرصة هتكون موجودة برضو هتدي مساحات ان احنا هيكون عندنا هيكل اساسي للمنتخب اقوام رئيسي للمنتخب يتجاوز لاربعين لعب زي دي خطة كابتن حسام حسا وفقا للمعلومات مؤكدة من داخل الجهاز الفني وده احنا بالفعل بينا نتأكد منه النهاردة في سبع لعبين مش هموجودين ورغب كده في قائمة فيها عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين النهاردة بيدفع بعدد كبير من اللاعب الصف التاني لمنتخب مصر موجودين بإذن الله هم برضو لايبقى كلها نجوم موجودين في الدولي قادرين ان هم يحاول فرد المنتخب مصر ويحافظوا على الانتصارات المتتالية للمنتخب مصر المنتخب مصر اربع انتصارات على فرع في المجموعة والتالتة زي ما قلتلكوا على كافر دي تلتة اهداف والسوانة اربعة اربع اهداف مرتانية بهدفين وبروتانية برضو في العود بعد كده بهدف وتصدر المجموعة باتناشة نقطة بالتأكيد هنكمل معاكم بعد كده في السوديو التحليلي خلال بين الشرطين بإذن الله ونكمل لي معكم بإذن الله وهيكون لنا كابتن عاد العالم حد التحكمية بإذن الله